فالآن مواد وقفة الاقتصادية في نشرة السادسة ومع ليلة عمر إليك ليلة سكرا ندينا ومحمد ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة موسيقى موسيقى أعلنت الحكومة لاتفاق مع الاتحاد العام الغرف التجاري على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات مع إتاحتها بأسعار مناسبة دون زيادات غير مبررة على المستهلك خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بأكثر من خمسة مليارات دولار منذ مطلع الشهر وأوضح وزير التجارة والصناع أحمد سمير أن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبوي وجه بتبكير عقد معارض أهل رمضان لتنطلق الشهر المقبل في جميع المحافظات لإتاحت السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار بالالتزام بالأعلان عن أسعار جميع السلع مؤكدا أن الأجهزة الرقبية بالدولة ستتولى تطبيق الغربات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء من جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال ظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في انتصاص آثارها حتى تمر بأمان ترجمة نانسي قنقر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تدول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة وأكد المركز أن جميع مبيدات الأفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما ومطابقة لجميع المواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الانتاج الزراعي مشيرا إلى قيام وزارة الزراع بشن حملة تفتيش دورية ومكثفة على جميع الأسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدورية والإجراءات المعمول بها على جميع المبيدات الزراعية إلى جانب سحب عينة منها سواء محلية الصنع أو مستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتنيل بواقع ستة مناطق بحرية ومثلها برية وأضحت الوزارة أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها من خلال بوابة نصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 وأضفت الوزارة أن المزايدة تأتي امتداداً لاستراتيجية عملها والتي بدأتها في عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن مصر ستكون أكبر منتج للهايدروجين الأخضر في أفريقيا بعشرين مليون طن سنوياً وذكرت الدراسة التي نوها إليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الهايدروجين الأخضر سينتج في ثلاثة محاور رئيسية في القرى الأفريقية هي مصر ومحور شمال غرب أفريقيا ومحور أفريقيا الجنوبية قالت الدراسة أن مصر ستتصدر إنتاج القرى على أن ينتج محور أفريقيا الجنوبية 17.5 مليون طن في حين سينتج محور غرب أفريقيا 12.5 مليون طن بإجمالية إنتاج يقدر بنحو تريليون يورو سنوياً بحلول عام 2035 أكد التحاد المصرف العربية أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً ونتائج مبهرة خلال السنوات الخمس الماضية وأضاف لاتحاد أن بينات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بحيث زادت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري من مليار جنيه إلى عفواً من 4.587 مليار جنيه إلى 10.511 مليار محقق نسبة نموه 130% خلال الفترة المذكورة وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى وأضاف لاتحاد أنه بموازات زيادة ودائعها عمدت المصرف المصرية إلى ضخ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري للقطاعين العام والخاص على حد سواء في أسواق البترول العالمية سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كورونا في الصين الأمالة في تعافي الطلب على الوقود بفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية وارتفع خام برينت بنسبة 12 من المئة بالمئة ليصل إلى 84 واثنين من المئة دولار للبرميل كما زاد خام غرب تكساس الوسيد بنسبة 23 من المئة في المئة مسجلا 79.74 دولار للبرميل كما صعدت أسعار المزود عالمياً بنسبة 54 من المئة في المئة لتصل إلى 3.23 دولار للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.16 من المئة في المئة لتسجل 5.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تفوقت البرصة السعودية على نظرائها بمنطقة الخليج بعدما أعلنت الصين مزيداً من تخفيف القيود المتبطة بكورونا مما عزز التوقعات بتعافي الطالب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وارتفع المؤشر السعودي 1.3 من عشر بالمئة كما زاد المؤشر الرئيسي لبرصة دبي 6.6 من عشر بالمئة كما صعد المؤشر العام لبرصة البحرين بنسبة 1.1 من المئة في المئة ليربح 18.83 نقطة كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبرصة الكويت بنسبة 72 من المئة في المئة في المقابل انخفض المؤشر القطري 2 من عشر بالمئة مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ختم جولتنا الاقتصادية في هذه النشرة عودة مرة أخرى لدينا ومحمد إليكم من جديد شكراً لك ليلى